السلام عليكم. انا احمد لابير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن قلسات الفوتشوب. وخليك من حد ما عرفش عن الفوتشوب اللي اسمه لحد يعرف يطلع بوستر زي ده. فمن غير كلام كتير يلا بقى نبدأ بسم الله. اول حاجة هنحتاج نعملها ان احنا ننزل الفوتشوب. هننزل الفوتشوب ازاي? هنيجي على جوجل. نكتب ادوبي. ندس انتر. نفتح ادوبي كرياتيب كلاود. ممكن او نشوف البلاند. بيدينا بقى كزا اوبشن. كرياتيب كلاود بتبقى بالف تلتمية في الشهر. وعندنا فوتشوب لوحدة اهو. خمسمائة وخمسين. على حسب احتياجك وعلى حسب الانسب ليك تبدأ تختار. بعد ما نزلناها اول ما نفتحها يردينها الشكل ده. الشكل ده عبارة عن ايه? ده اخر مشاريع انت اشتغلت عليها. عشان تعمل تبدأ تشتغل عليه. لو انت اصلا عندك وهتكمل شغل عليه. احنا هنعمل لو دست عليها بيفتحلي الصفحة دي. الصفحة دي عبارة عن مقاس اللي انا هشتغل عليه. فوتشوب موفر لنا كزا مقاس لو احنا مش عارفين متى المقاسات ممكن نخش نختار منهم. زي فوتو وبرينت. سهنا هنعمل مقاس كاستم. احنا اول حاجة عندنا هنا لو بصنا بقى على الخنة اللي على اليمين دي. اول حاجة اسم المشروع. احنا هنسميه تست. تاني حاجة بيجي لنا المقاس بتاع المشروع بتاعنا. بالبيكسل. لو انت مسلا شغالها لحاجة اطبعا ممكن تخليها بالسانتي او الانش او الميلي. على حسب كل واحد والشغل بتاعه. احنا هنخليها بالبيكسل زي ما هي. ونخلي اللي هو العرض الف تمانين. والخيار دي عشان لو انت بتعمل صورة بالطول او بالعرض. دي بتفعلها لو انت عايز تشتغل في كزا في مشروع واحد. ننزل هنا بتاع بتاعنا. ممكن نخليها من اتنين وسبعين لحد تلتمية مسلا. انا بحب اخليها على اعلى عشان التفاصيل تبقى واضحة معي. وبس بقية المعلومات مش مهمة. نبدأ. غالبا ده اللي هيزهر عندنا كلنا. محتاجين بقى نتعرف على الوجهة دي. ايه التفاصيل بتاعتها? نبدأ من الشمال. عندنا دي التولز اللي احنا بنستخدمها. دي الادوات اللي احنا بنستخدمها واحنا بنعمل التصميم. وهنا ده بتاعي زي ما احنا اتفقنا سميناه تست. لو انا اضفت تاني هيبدأ يزهر معايا هنا زي كده. ده كده الجديد. وده القديم. اللي احنا مش محتاجينه. كنت تبره لكم بس. طيب هنا بيبدأ يزهر الخيارات بتاعت كل حاجة انا اشغالها عليها. يعني انا مسلا لو قفت على البراش هيبدأ هنا بيزهرلي التفاصيل بتاعتها. لو انا عايز اعدل فيها وابدأ اشتغل. وهنا بقى ده الباري الرئيسي. الفايل اللي احنا هنزيل نسايف او كده. وخلينا من كله. هنروح بس الويندو. الويندو هنا بموجود كل اللي انا ممكن احطها في بتاعتي. احنا مسلا عندنا هنا تبقى متعلم عليها تشك. متعلم عليها. وهكذا. ايه بقى البروبرتز دي? البروبرتز دي فيها تفاصيل اللي انا واقف عليه. انا قلنا البار اللي هنا. فيه تفاصيل الطول اللي انا بستخدمها. فيها تفاصيل اللي اللي انا واقف عليه. يعني ايه لير? طبقات. ممكن نقول ان هي دي بشكل مبسط. لو احنا مسلا عندنا خلفية. يبقى دي ايه? اول طاقة تحت. زودنا عليها كتابة من فوق. يبقى احنا كده ايه? ضيفنا طبقة جديدة. وبعدين زودنا الوان يبقى احنا كده ضيف طبقة جديدة وهكذا. دي كده ببساطة يعني ايه يبقى احنا كده بشكل ما اعرفنا وجهة البرنامج. نبدأ نخش في الشغل والتفاصيل هتظهر معنا واحدة واحدة. احنا عايزين نعمل بوستر دعائي لمحل بورجر. اول حاجة نحتاجها نبدأ بيها الخلفية. هنلون الخلفية ازاي? عندنا طريقتين. ممكن نقف على اداة ونغير من هنا اللون او من هنا. في الكادر من فوق هنا. نبدأ مسلا اديها لون بيتي. وندوس كده. ستغير معنا اللون. بس في مشكلة هنا ان لو عايز افتح شوية اغمق شوية مش هينفع. هبدأ ادوس ولون من جديد. ادوس من جديد ولون من جديد. طب في حاجة تانية اسهل ممكن يلون بيها? اه. ايه هي? هنقف هنا على وندوس سولد كالر. نختار اللون بتاعنا وندوس اوكي. عملنا هنا سولد كالر. لو انا بقى عايز اعدل في السولد كالر بكل بساطة بادوس عليك لكين وغير اللون بيبدأ يزهر معي. تمام يبقى احنا كده عملنا الخلفية في جديد. احنا كده بدأنا نحط الليارات اهو. طيب عايزين نحط ايه فوق الخلفية? عايزين نحط لها حاجة اسمها ايه هو حاجة كده اضيف للخلفية دي ملمس. هنجيبه منين? وخش على جوة لنكتب فري بك. هفتح لنا الموقع ده. نكتب فيه. ادي انا كزا خيار. انا مبدئيا ده عاجبني. ببدأ اعمله ده واجيبه في المشروع بتاعي بكل بساطة. واكبره. اكبره ازاي? بادوس الت. وبعدين بادوس انتر. طبعا لو عايز ارجع اكبره او اصغره. بادوس كنترول وتي. وادوس تاني اصغر. وادلوقتي عندي مشكلة. هو اسود فبيض. وكده الالوان بتاعتي مش هتبان. بعمل ايه? باجي هنا على المود بتاع اللير. بدوس عليه. وابدأ اغير في المود ده. لحد ما لاقي حاجة نسبني. الجزء ده بيلعب في الغوامق والجزء ده بيلعب في الفواتح. بس انا عندي حاجة هنا. انا عايز الالوان تتعكس. الموجود لبيض ده عايزه يبقى مكان اسود والاسود مكان اللي بيض. بعمل ده ازاي? بكنترول واي. بعمل زي ما احنا شايفين هنا كده تضاف حاجة اسمها ببدأ اغير المود بتاعها طب ايه الاوباستي او الفيلن? الاوباستي دي اللي هي الشافية. يعني انا لو قللت قيمتها كده هيبدأ ده يختفي معايا شوية شوية. حد ما يختفي خالص عنده الصفر. احنا ممكن نخليها مسلا سبعين في المية. تبقى بالشكل ده. دلوقتي بقى انا عايز اضيف صورة ساندوتش. اجيبها منين? نخش على جوجل ونكتب بيكسا بي. ده موقع في صور مجانية. فانا اكتب هنا بورجر. هزهر لي بقى صور كتير. انا اختار الصورة دي. واجيبها اللي عندي في البرنامج. انا جبت الصورة دلوقتي وفيها خلفية وانا مش عايز الخلفية دي. بعمل ايه? بقف هنا على ده. وممكن يا اما انا حدد كده لساندوتش. نبدأ احدد الاجزاء اللي انا عايزها. اما خلي فوتشوب هو اللي يحدد ده. سليكت صبيت. بقى دلوقتي عملت سليكت عايز اشيل بقى الخلفية بعمل ايه? بقف هنا واعمل ماسك. شلي الخلفية وساب لي الساندوتش. بس انا عندي حتة زيادة كده مش عايزها. اشيلها ازاي? اقف على البراش. وابدأ امسح الحتة الزيادة دي. بالوقتي بيظهر معي مش بيمسح. ليه? عشان اوقف على اللون الابيض والماسك سود. طب اعمل ايه? ادوس اكس او اغير من هنا. وابدأ امسح. امسح معي عادي. انا لو عايز اتحكم في حجم البراش دي بعمل ايه? بادوس كليك يمين. عندنا السايز والهاردنس. السايز اللي هو حجم البراش والهاردنس اللي هو الشفية بتاعة البراش. في حل تاني اسهل من انا كل شوية دوس كليك يمين نقعد اعدل فيهم. في اختصار. تطلع لفوق. وتنزل لتحت. بتغير الهاردنس. يمين. وشمال. بتغير السايز. نبدأ بقى نمسح الحاجات الزيادة دي. ممكن اقف عند علامة الزيت دي واعمل نيو لير. واجيب البراش بتاعتي. واختار مسلا لون اصفر. زي ما اتفقنا ممكن اختار من هنا او من هنا. واكبر البراش بتاعتي. هكبرها خالص كده. وقال للهاردنس فيها. وقام جاي ضارب ضربة كده. هيدينا لون اصفر. نجيب بقى اللير ده نزيله تحت الساندويتش. طب انا لو عايز ازهر الخلفية بس من غير اللي انا قال للباستي. عايز ازهر الخلفية جوة لمنور ده. هعمل ايه? هقفع اللير كده كليكين. هيفتح للخانة دي. اللي انا عايزه منها ايه دلوقتي? البليند اف. دي. دي تفاصيل الابيض والاسود او الفواتح والغوامق في اللير اللي انا واقف عليه. فانا لو عملت كده. انا كده بقلل من الفواتح في اللير اللي انا واقف عليه. زي ما احنا شايفين كده ايه? اللون كان كله اصلا فاتح فكله اختفى. والاندرلينج لير بظهر من تفاصيل اللير اللي تحته. يعني ايه? يعني لو جيت هنا وعملت كده. يعني نعمل بالراحة. اهو. هبدأ يزهر لنا تفاصيل اللير اللي تحت. بس انا مش عايزينها تبقى قوية كده فهنعمل ايه? هنرجع تاني. وندوس هقسم لها السهمة ده نصين. نبدأ نشد واحدة واحدة. لحد ما يبقى الشكل بالنسبة لي كده كويس. لو عايزين بقى نشوف قبل بعد بعد زد. بارجع خطوة بكنترول زد. ولو انا الخطوة اللي انا رجعتها دي مش عايز ارجعها. فازاي اوصل لاخر اكشن. ده كده بقى معانا. ممكن نزود ايه كمان? ممكن نغير في الوان الشوية. بنعملها ازاي? نقف هنا على هنا بقى ببدأ اعدل في الوان الشوية. بس في حاجة لا زي ما اعملها? ان انا اعمل حاجة اسمها ده بيعمل ايه? بيخلي التعديلات اللي انا بعدلها على اللير اللي انا شغال عليه بس. مش كل الليرز اللي تحت. يعني انا مسلا لو عملت كده. فيبدأ يغير لي في كل التصميم. لأ انا مش عايز ده. عايز بس على اللير اللي تحت. بعملها ازاي? ايما بفعل الخيار ده? او ان انا اقف ما بين همما الاتنين. وادوس alt. هيتغير لي السهم من ما هو سهم عادي. للشكل ده. وادوس click. كده التعديلات اللي انا اعدلها تتعدل فيه. بالساندويتش بس. نبدأ نزود مسلا الوانه شوية. تمام كده. بما اننا عملنا اضاءة غارة. احنا ممكن نعمل ايه? نعمل ضلة خفيت كده تحت الساندويتش عشان الحتة المقطوعة اللي بتاحت دي. هتبقاش باينة. بنفس الفكرة اللي عملنا بها الاضاءة. هنعمل زائد لير تحت الساندويتش. ونجيب البراش. ونعمل بيك اللي اغمق لون موجود عندنا هنا في التصميم. بنعمل بيك ازاي? بندوس اي. او نجيب من هنا هي. فوق البراش. بنعمل مسلا بيك للون ده. البراش بقى انا مش عايز اتبقى بالشكل ده. عايز اتبقى متبططة كده عشان يبقى ضلة تحت الساندويتش بس. اعمل ده ازاي? هدوس click يمين. دي كده البراش بتاعتي. لو انا عملت كده. ونبدأ نضرب كم ضربة هنا كده. اللون اللي ما زال فاتح شوية. فانا هارجع. واغمقه من هنا شوية. واضرب ضربة. كده اداني الشكل اللي انا عايزه ممكن ازود كمان ضربة. كده مسلا. لو انا عايز اعدل فيها بقى بقدوس control T زي ما اقول لك التصغير والتكبير لو انت عايزه بنفس المقسات بتدوس alt. يصغر ويكبر. السنة عايز ارفعه شوية فهدوس shift. واطلع لفوق كده. بحيس انه تضل يرفع شوية. وادوس enter. في حتة عندي في القص هنا فتحة. هشيلها عشان الدنيا تبقى منساجمة مع بعض اكتر. زي ما قلنا هنجيب البراش بالاسود. نبدأ نمسى على الحتة دي كده. في حاجة حصلت معنا هنا ان في حواف البراش باينة. ليه? عشان البراش احنا قبل ما نصغرها ضربناها كانت الحواف بتاعتها خرجة برا الارت بورد. فاحنا هنلغي البراش دي. ونعملها من جديد. نخليها بالمقاس اللي احنا نحتاجينه بالزبط ما نزودش عنه. كده مسلا نبدأ نضرب. من غير. بي. من غير بي. كده ايه? السابة جاعت معنا اكتر. نبدأ نرفعها شوية. شفت. نرفع. كده فاضل لنا ايه? محتاجين نتعلمه. محتاجين نعرف ازاي نضيف بكل بساطة عندنا حرف كي ده بندوس عليه. او ان احنا ندوس تي من الكيبورد. او دوسنا تي من الكيبورد. هيحولنا السهم من كده لكده. وندوس كليك على بتاعنا. هيبدأ ازهر لي الكلام اهو. ابدأ انا اكتب الجملة بتاعتي. هيبفضل لي كده ان انا اعدل نوع الخط وحاجة. ما اعمل ده ازاي? هدوس كليكين. هيزهر لي هنا في تفاصيل بتاعة الخط. لو انا عايز اغير نوعه. الخطوط دي في حاجات بتبقى موجودة على وفي حاجات انت لو محتاجها بتنزلها. نختار الخط ده مسلا نكبر حجمه من هنا. احنا عشان نحطين بتاعة بتاعة الساندوش فمن ديها الشكل الاحترافي ده لو نزلناه كده شوية. وندوس كنترول وكي. نكبره. ممكن بقى نعمل الحركة اللي احنا عملناها في الضل بتاع الساندوش نحنا ندوس على شفت. نجيب الكلمة كده نكبرها. ونغير بقى اللون بتاع التكست يبقى مسلا ابيض. ونعمل له بلند اف برضو زي ما عملنا الخلفية. ندوس على التكست كلكين. ونقف على ونبدأ نشد كده واحدة واحدة. بدأ يظهر معنا هو تفاصيل الخلفية. نبدأ نزبطه بقى. فلياكم كده مسلا. عايزين بقى نزبط كل اللي يردت بقى في خط واحد. فنقف على الساندوش. وعد ضل. بنقف على كسا لير بشفت. وعلى تكست. ومن هنا كده نعمل لهم نغير هنا لو هي عندنا خليها تو كانفا. اخر خطوة بقى هنعملها ايه? هنقف على هنا. نقف على حاجة اسمها ونغير فيها الشكل اللي عاجبنا. انا مسلا ده عاجبني. ده ضف لنا ايه? ده خلى كل اللي يردت. واخدى نفس الالوان. فعمل لهم انسجام اكتر. ممكن نقلق بس بتاعته شوية. ولياكم كده. كده اب. كده بعد. كده اب. كده بعد. هي تعديلات بسيطة كده بس بتدمنج التكوين معنا اكتر. طيب انا كده خلصت. عايزة سايف بقى بعمل ايه? ايما بكنترول وقالت واس. اول ان انا اخش على بيفتح لنا الخانة دي. بيجيب لنا هنا اسم المشروع اللي احنا كنا سميناه. اللي هو وهنا بقى النوع اللي انت عايز سايف بيه. هنزايفه الاول في فوتشوب وندوس بعدين ندوس اكسبورت اكسبورت بيفتح لنا الخانة دي. بيجي هنا بيقول لك الفورمات اللي انت عايز سايف بيه. اللي هو الطايل. احنا عايزينه جي بي جي عشان يطلع معنا صورة. اللي انت عايز سايف بيها. ممكن تعليها او تقللها. انا نخليها ستة زي ما هي على الهاي. زي ما احنا كنا مختارين. الف تمانين في الف تمانين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا مستفدتم منه. استنى تصميم بتاعكم على البيجي بتاعتنا على الفيسبوك. لا تنسوش اللايك. واشتركوا في القناة عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة. ولو في اي استفسار سبهوا لي في الكومنت. واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.